إلى تركيا الآن حيث تتوجه الأنظار نحو المرشح الخاسر في الجولة الأولى ومصير الأصوات التي تحصل عليها سينان أغان اختار التريث وأكد أنه سيعلن في التاسع عشر من مايو الجاري قراره بشأن أي فريق سيدعم في الجولة الثانية من الانتخابات وكان أغان أكد انفتاحه على الحوار مع كل المرشحين للدورة الثانية مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار دعم أحد المرشحين بعد محادثات سيعقدها مع كل من الرئيس رجل طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوهلو وكان أغان الذي انشق عن الحركة القومية حصل في الدورة الأولى على 5.17% من الأصوات حسب النتائج الرسمية أما المعارضة التركية فما زالت تتحدث عن مخالفات شابة العملية الانتخابية حزب الشعب الجمهوري التركي قال أنه رصد مخالفات في نحو 2700 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية و5000 صندوق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي وضف نائب رئيس الحزب محرم إركيكا أن المخالفات في كل صندوق تتراوح بين واحد غير صحيح ومئات الأصوات غير الصحيحة وضف أن حزبه حريص على تتبع مساري كل صوت للمزيد من المتابعة ينضم إلي إسطنبول مرسلنا محمد مش هراوي ومزيد من التفاصيل والمتابعة معك محمد لو بدأنا من ملف سنانوغان حيث الانظار تتجه إليه لترجيح كفة المتنافس الذي سيحسم جولة الإعادة يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر فيقول أميت أسلاغ العضو في حلف في تحالف الأجداد الذي يترأسه سنانوغان أن الاتصالات مع كل من المرشحين المتنافسين لم تأتي إلى الآن أي نتائج بل أن كمال كليش داروغلو لا يرد على اتصالات سنانوغان الذي يحاول التحدث إليه لإبرام صفقة ربما تفضي إلى دعمه وفي المقابل يعلن أغان جملة من شروطه الرئيسية لقبول التحالف مع أي من المرشحين في مقدمتها الحفاظ على قومية الدولة التركية ولغتها وترحيل اللاجئين والمهاجرين ومحاربة الإرهاب أي عدم التصالح مطلقا مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي تحالف معه كمال كليش داروغلو ومنحه أصوات عديدة في هذه الجولة التي شهدناها يوم الأحد الماضي في المقابل يراهن الرئيس التركي على ما يبدو على تغييرات في تحالف طاولة سداسية منذ قليل صرح خلال كلمة له أمامك كتلة العدالة والتنمية بأن هذه الانتخابات من أهم نتائجها هي أن المعارضة لن تبقى على حالها المعارضة تحديدا طاولة سداسية تعقد منذ الثالثة من ظهر هذا اليوم اجتماعا لها لتدارس نتائج الجولة التي شهدناها يوم الأحد الماضي ولتخرج برؤية استراتيجية حول كيفية إدارة الجولة المقبلة شكرا جزيلا لك محمد مشهر ومراسلنا من اسطنبول